أسماء بنات مكروهة في الإسلام يستغرب كثيرون من وجود أسماء بنات يعتبر استخدامها مكروها في الإسلام ويتساءل البعض عن أسباب انتشارها بين المسلمين في هذا الفيديو سنستعرض بعضا من هذه الأسماء لكن قبل أن نبدأ أود أن أعبر عن شكر العميق لكل من يدعم قناة اقتباسات الحياة من خلال اشتراكه فبفضل دعمكم وتشجيعكم المستمر نستطيع الاستمرار في تقديم محتوى مميز عزيزي المشاهد إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ندعوك للقيام بأمرين الأول هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثاني هو إعجابك ومشاركة الفيديو ليصل إلى أكبر عدد من المسلمين وينتشر الخير بين الناس يعد الاسم جزءا مهما من شخصية الإنسان لذا من الضروري اختيار أسماء جميلة تعكس الفخر والاعتزاز تقول دراسات علم النفس إن الاسم يمكن أن يؤثر على نفسية الطفل وإذا كان الاسم يحمل معنا غير مرغوب فيه أو محرما فقد يتعرض الطفل للتنمر من قبل الآخرين لذا يجب علينا توخي الحذر عند اختيار أسماء أطفالنا وخاصة بناتنا لأن هناك العديد من الأسماء التي قد تحمل معاني غير مناسبة في الدين الإسلامي إليكم بعض الأسماء التي قد تكون مكروها نارس يعود إلى أصول عبرية وقد يكون له جذور في اللغة اليونانية إيرام اسم غير معروف المعنى ومبهم يارا وفقا لدار الإفتاء المصرية يعتبر اسم يارا من الأسماء المحرمة إذ إنه اسم لنهر في أستراليا ولم يرد في أسماء السلف الصالح لارا يرجح أنه يعود إلى إلهة رومانية ولا يوجد له أصل في الدين الإسلامي مايا اسم عبري ينسب إلى إله في اليونان القديمة إميلا يفترض أن له أصولا في قبائل أمريكا الوسطى أرماس ينسب معناه إلى مؤخرة الغزال ناردين لا يوجد له معنى في اللغة العربية ويعتبر من الأسماء الأعجمية رندة يفترض أنه يعود إلى إله الموسيقى كارمن ليس له معنى في اللغة العربية في ختام هذا المقطع يظهر بوضوح أهمية فهم معاني وأصول الأسماء التي نختارها لأطفالنا يجب علينا جميعا أن نكون مسؤولين في اختيار أسماء أطفالنا وخصوصا بناتنا بما يتوافق مع التوجيهات الشرعية نشكر لكم حسن المتابعة وإذا وصلتم إلى نهاية الفيديو لتبخل علينا بإعجابكم ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة الدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته